نواصل شرحنا للوحدة الأخيرة أو الفصل الأخير من أخلاقية المهنة وهو نذكر بعنوانه الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث كنا طبعا تعرضنا إلى الأخلاق الطبيعية أو المدرسة الطبيعية في الأخلاق بالشرح وبعد ذلك إلى المدرسة التي حاولت تجوزها وهي المدرسة العقلية أو المدرسة الكانتية أو المدرسة المثالية في الأخلاق طبعا لا بد أن نشير إلى أن كانت والمدرسة العقلية من أشهر مدارس الأخلاق في التاريخ وهي لا تزال تؤثر وهي مدرسة شهيرة جدا في العالم كل العالم في كل أنحاء العالم تدرس في كل جامعات العالم تقريبا في مقررات الأخلاق نأتي إلى مدرسة أخرى شهيرة أيضا في العصر الحديث وهي المدرسة البراجماتية أصل كلمة البراجماتية هي من عبارة لاتينية قديمة وهي البراجما أي الشيء ذاته أي واقع الأشياء في مقابل عالم الأفكار النظرية المجردة فالبراجماتيون هم مفكرون يقولون أننا واقعيون نفكر في ما يعيشه الإنسان على مستوى الواقع ولا نهتم كثيرا بعالم الأفكار والعالم النظري تسمى كذلك المدرسة البراجماتية بالمدرسة النفعية والمدرسة الوسيلية ويعتبرها البعض استمرارا للمدرسة الضرائعية الإنجليزية أو المدرسة التجريبية أو يعتبرها التجريبية جديدة من أهم آباء هذا الاتجاه الأمريكي هي مدرسة أمريكية بالأساس المدرسة البراجماتية هي ولدت في المجتمع الأمريكي وترعرعت في المجتمع الأمريكي ومتوافقة تماما مع الروح الثقافية الأمريكية من أهم أباء هذا الاتجاه المفكر ويليام جيمس وشارل بيرز وجون ديوي وغيره ميد وغيره تناسب مفاهيم هذه المدرسة الروح الأمريكية تعلمون جميعا أن أمريكا هي بلد تكون من مهاجرين في الأصل وهي بلد تكون من مغامرين وباحثين عن الربح في الأراضي الأمريكية الجديدة وخاصة المغامرات التي نعرفها وصلتنا في الأدبيات وفي الفنون الأمريكية عن الذهاب وأرض الوعود الجديدة أرض العمسام كما يقال في اللغة الصحفية في الغرب خاصة الأمريكي لكن طبعا مجموعات المهاجرين أو أدفاق المهاجرين هم أناس يبحثون بالأساس عن الحرية الذاتية وعن العمل وعن حرية العمل من أجل السعادة الفردية وأيضا السعادة الجماعية إذن هذه المدرسة البرغماتية هي تنطلق من نقدها للفلسفة العقلانية أو الفلسفة الأخلاقية الكامتية فنظرية كامت الأخلاق الكونية الأخلاق الواحدة تعتبرها المدرسة البرغماتية نظرية ليست واقعية لأنها لا تفتح عيونها على الواقع هي مدرسة أخلاقية ميثالية ولكن تهمل الواقع الواقع هو أن الناس عبارة عن كتل من المصالح الشخصية عبارة عن كيانات تدفعها الرغبة الشديدة الأنانية بشكل دقيق تدفعها أنانيتها الغريزية من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع لذلك لما نتجاهل المنافع في سلوكنا ونعتبرها ليست أخلاقية فإننا حسب المدرسة البرغماتية نسقط في المثالية ونبتعد عن الواقع لذلك البرغماتية تصحح الكامتية أو تعتبر نفسها تصحيحاً للكامتية وتعتبر خاصة أن الكامتية فلسفة لا توافق يعني المجتمعات العاملة والمجتمعات الرأسمالية والمجتمعات الحديثة لذلك تقترح فلسفة جديدة قائمة على مبدأ النفع باعتبار الإنسان يعني يبحث بشكل طبيعي وبشكل غريزي عن منفعته إذن مبدأ سلوكنا حسب البرغماتية هو التكيف مع البيئة فكل إنسان يبحث عن التكيف مع البيئة التكيف مع البيئة ماذا يعني؟ يعني التحكم بالبيئة في النهاية كيف نتحكم بالبيئة سواء البيئة الاجتماعية أو البيئة الطبيعية من حولنا يكون ذلك بنجاحنا في العمل بتحقيق أكبر قدر من النفع إذن القاعدة الأخلاقية تأتي من هي من خلال هذه الفلسفة الأخلاق الأخلاق بالنسبة للبرغماتيين تتحدد صلاحيتها بالنتائج بفكرة النتائج ريزولتس لغزولتا يعني ما يترتب عن الفعل ولذلك ستغمض البرغماتية عينها عن نوايا الفعل التي رأيناها قصة كبيرة جدا عند الكانتيين وعند الفلسفة العقلانية الفلسفة العقلانية قبل قليل رأينا أنها تهتم بنوايا الفعل وتعتبرها جزء من أخلاقية الفعل مثلما الأمر في الأخلاق الإسلامية في حقيقة الأمر النوايا الفعل هي أيضا تدخل في أخلاقية الفعل بالنسبة للمدرسة البرغماتية لا لا دخلة للنوايا أنا لا أستطيع أن أحاكم عالم النوايا عالم النوايا هو عالم الباطل ولا أستطيع أبدا أن أحكم على أخلاقية الفعل بنوايا الفاعل لا أحكم عليها بالنتائج بما يظهر عن تلك النتائج ولذلك حينما أريد أن أعرف أو ضميري يريد أن يعرف ما هو واجب بالنسبة عليه عليه أن يفهم أو عليه أن يتساءل ما هي النتائج المترتبة عن هذا السلوك وما إذا كانت نتائج إيجابية أو كانت نتائج سلبية إذن يدخل مبدأ الحساب هنا يدخل مبدأ الحساب ومبدأ الحساب حساب النتائج مهم جدا بالنسبة للبرغماتيين وعلى كم من نتائج لاحظ معي عبارة كم كم من نتائج أو كم من نسبة يتحدد الفعل هذه الأخلاق ما زالت تقود الأمريكيين إلى اليوم الأمريكيون حتى في سياستهم الخارجية في العالم ينطلقون من مبدأ النتائج فهم براغماتيون واقعيون يبحثون عن مصالحهم ويعتبرون أن هذه هي طبيعة الإنسان ليست خاصة بالمجتمع الأمريكي ولكن بطبيعة الإنسان بصورة عام طبعا هذا الأمر بالنسبة لهم لا شيء فيه يخجل هذا الأمر طبيعي جدا وهذا الأمر واقعي جدا وهذا ما يناسب فعلا الشخصية الأمريكية كما قلنا قبل قليل الطامحة إلى بناء عالم جديد عالم كله ازدهار مالي ازدهار رفاه ربحه وفير العمل فيه مفتوح يطبق القاعدة قاعد أدم سميث أب النظام الرسمالي دهه يعمل دهه يمر أدم سميث بالمناسبة في كتابه ثروة الأمم يقول إننا لا نستطيع أن نقنع الجزار بأن يعطينا اللحم بأن نترجاه ونستلطفه ونستعتفه ولا نستطيع أن نقنع الخباز بأن يعطينا الخبز بأن نستعتفه ونترجاه ونترحمه ولا نستطيع أن نقنع أي البناء بأن يبني لنا أو الخياط بأن يخيط لنا الأثواب أو 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 وإنما نستطيع إقنعهم بكل ذلك حينما نستطيع وننجح في إقنعهم بأن ذلك من مصلحتهم يعني بمعنى آخر أن نقدم لهم المال أن يكون خدمتهم لنا هي تدر عليهم نفعاً هذا هو هذا هو تفكير جوهر تفكير العقل الرسمالي وبالتالي ما يترتب ومشتقاته من أخلاق براجماتية طبعاً النظرية الأخلاقية البراجماتية نحن قدمناها في عجالة طبعاً لها إيجابيات وهكذا جداً ولها حدودها لأنه تم نقدها خاصة في إفراتها في تركيز على حساب كم المنفع وإهمالها لنوايا الفعل وكذلك للطابع الفرداني المفرد فيها ولو أنهما البراجماتين يعتبرون أن سعادة المجتمع أيضاً هي من سعادة الفرد وبالتالي الفرد عليه أن يبحث عن سعادة المجتمع بحثه عن سعادة الفردية لكن إلى أي مدى في ظل منفهيم براجماتية يمكن تحقيق ذلك ونقول أن الفرد فعلاً يبحث عن سعادة المجتمع